عملية دهسن جدت مساء أمس بمدينة قصرهلال بولاية المونستير تمثلت في استدامة سيارة بدرجتين ناريتين وأفادنا الناطق الرسمي باسم حكمة المونستير أنه تم فتح بحث تحقيقي في خصوص القتل العمد مع سابقية القصد تم الاحتفاظ بذي الشبهة وإجراء الاختبارات اللازمة باش نعرف شني الدوافع الإجرامية وراء ارتكاب الجريمة المعطيات المتوفرة الآن أنه شخص من موليد 66 يعمل بالخارج قدم التونس في جويليا 2021 كان عنده شكون معناه من أقرباءه في مدينة تمساكن وتنقل على إثرها ليلة البارح حوالي التاسعة ليلة إلى قصرها ليل وان بسرعة جنونية قام بيدهس عدد 2 دراجات نارية كان على متنها 5 أشخاص وزوز سيارات والترتب على الحادث وفاة أحد الأشخاص اللي هو مرافق دراجة نارية وجرح أربع كانوا ركبين على متن الدراجتين في حين أصفرت على أضرار مدية فقط لبقية السيارات الحادث الآن كما قلنا دوافع الجريمة مزلت غير معلومة إلى حين ورود نتيجة الاختبارات السومية التي تم أخذها في الإبان والشرطة العدلية باقصرها ليلة المتعاهدة بمقتضى إينابة من طرف قاضي التحقيق بالمحكم الدائية بالمونستير عملية الدهس تزامنت مع حادث استدام آخر لدرجتين ناريتين بنفس الجهة وعن حالة المصابين في العمليتين أفادنا المدير العام للمستشفى الجامعي فاطم بورقيبة بالمونستير هناك حادثين من حوادث المرور بمدينة قصر هلال البرح مش حادث واحد الحادث الأول كما تعرفوا الناس كليكا هو حالة دهس والمستشفى استقبل مريض واحد المريض هذا موجود في قسم جراحة العظام والكلوميات وسيخضع بإد الله في القريب العاجل لعملية جراحية ضرورية بالنسبة للحادث الثاني حسب المعلومات اللي عندي لهم درجتين ناريتين صار لهم تصادم كيف كيف عنا ثلاث حالات عنا حالة قدرة ربيب اشتغادر في الوقت الحاضر واثنين موجودين في قسم الاستعجالي في الوقت الحاضر والاثنين حالتهم خطيرة وسيقع إيواءهم في قسم التبنيج والأنعاش في أقرب الأوقات حادثتان يعاشت على وقعهما مدينة قصر هلال ليلة أمس تحمل إحداهما شبهة جريمة حق عام في انتظار ما تفرزه الأبحاث في قادم الساعات